الصراع المحتدم على السلطة والمال والنفوذ بين الإطار التنسيقي المؤيد لتشكيل حكومة توافقية والتيار الصدري الذي يصر على موقفه بحل البرلمان ويجراء انتخابات جديدة جعل الأمر يتحول إلى مأزق معقد وشائك محللون حذروا من تفاقم الأزمة السياسية وصعوبة التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية لحل الأزمة بدون الاتفاق مع زعيم التيار الصدري الذي قاطع جلسات الحوار التي عقدت مؤخرا في بغداد الأزمات السياسية والصراعات المستمرة على السلطة ألقت بظلالها على الشعب العراقي الذي حل بالمرتبة التاسعة والسبعين عالميا ضمن قائمة أفقر شعوب العالم وفقا لمجلة جلوبال فينانس الأمريكية في وقت خفضت فيه نسبة ثقة العراقيين بالبرلمان إلى 12% فقط بحسب مؤسسة جلوب الدولية المشهد السياسي المتأزم في العراق رافق سلسلة من التسريبات والفضائح لكبار المسؤولين وحجم الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية بعد 2003 فضلا عن استقالة وزير المالية علي علاوي التي ألقت بتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد وفقا لصحيفة الاندبندنت التي أشارت لأن علاوي ذكر في استقالته أنه تعرف على مدى تدهور الدولة التي تم الاستلاء عليها فعليا من قبل الأحزاب وجماعة المصالح الخاصة بعد مرور أكثر من عشرة أشهر على عدم تمكن الأطراف السياسية المتنازعة من تشكيل الحكومة فإن المأزق السياسي يزداد تعقيدا في ظل تواصل القوى المتنحرة مناكفاتها التي يدفع ثمنها الشعب العراقي الرافض للنظام الحالي الذي جاء به الاحتلال الأمريكي وتدعمه إيران بجميع أحزابه الفاسدة وميليشياته المتنفذة